الماء كل شيء حق الماء في القرآن والسنة أسبح لك الأرض بما حاوت من مياه جاريات مسابقة يومية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقديم أبو بكر عبد المعطي وأسامة العربي بسم الله الرحمن الرحيم إخوات الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحلقة العاشرة إن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده ومن رحمته أنه سبحانه لم يفرض على المسلمين عباده إلا وجعلها في مقدورهم فلم يكلفهم سبحانه بما يتعبهم أو يشق عليهم كما أن من رحمته سبحانه أنه إذا كلف عباده كلف القادرين فقط ففي الصوم أباح للمريض أو المسافر في رمضان أن يفطر ويصوم بعد رمضان بعدد الأيام التي أفطرها فيه والنبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مسافرا من المدينة في رمضان قاصدا فتح مكة وكان صائما وبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام أفطر بعض العصر وشرب أمام المسلمين رحمة بهم حتى يقتدوا به ويفطروا لألا يشق عليهم الصيام أو يضرهم لكن بعض المسلمين لم يفطر فغضب النبي صلى الله عليه وسلم رحمة بهم وخوفا عليهم وسؤال الحلقة أكمل الحديث الآتي عن جابر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس فبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام فدعا بقدح من الماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فأفطر بعض الناس أكمل الحديث السؤال مرة أخرى عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس فبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام فدعا بقدح من الماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون فأفطر بعض الناس أكمل الحديث جوائز مسابقة خمس جوائز قيمة كل جائزة منها ألف جنيه مقدمة من وزارة الموارد المائية والري تنشل مسابقة يوميا على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للإعلام عنوان المراسلة القاهرة مسبير مبنى الإذاعة والتلفزيون الدور الخامس إذاعة القرآن الكريم مسابقة الماء في القرآن والسنة إلى اللقاء غدا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع تمنياتنا لكم بالتوفيق الماء في القرآن والسنة مسابقة يومية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقديم